ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله من أجل نقلهم إلى أماكن إقامتهم بسبب غياب النقل المدرسي غير أن وفاة التلميذ حيات حولت الأوتوستوب من حل ناجع للتلاميذ إلى كابوس يخيم على المنطقة وبحسب والدة التلميذ حيات فإن ابنتها استقلت سيارة من نوع بيكوب وأثناء وصول السيارة إلى مكان سكنها طالبت من السائق التوقف لكن دون أن يعيرها اهتمام وبعد محاولات عديدة وطرقها لزجاج السيارة وصراخها قامت بالقفز من السيارة ما تسبب في وفاتها وتشك الأمة في أن السائق كان ينوي الإقدام على شيء مريب بسبب عدم توقفه مشيرة إلى أن غياب النقل المدرسي هو السبب الرئيسي في وفاة ابنتها ومطالبة بفتح تحقيق في الموضوع